محطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرف مؤفدة مواء الكلمة الآن للشيخ حسان الخطيب فليتفضل مشكورة بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون بداية أتقدم بالشكر الجزيل نيابة عن آل الفقيد لحضوركم ولمؤازرتكم هذا الجمع الكبير في مصابنا الجلل كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى هؤلاء الشباب الأبطال الذين يوصلون صوت الحقيقة إلى العالم الخارجي الميت وأقول الميت لأنه ميت القلب فإذا مات القلب فلا فائدة من الجسد يرون المجازر بأم أعينهم كل يوم بالمئات وهم صامتون لا يتكلمون وكأنهم يتفرجون على فيلم سينما لقد مات الضمير العالمي لقد مات الضمير العالمي بأسره لقد مات نمير الباشا لقد مات نمير شهيدا عند الله سبحانه وتعالى مات شهيدا لقد مات شهيدا لمدة ثمانية أشهر وهو كل يوم يلقى الشهار عند الله سبحانه وتعالى لشدة ملاقى من التعذيب والله لو نظرتم إلى جسده ما موضع سنتيمتر واحد إلا وفيه صدمة كهربائية أو ضربة بعصاة لقد كسروا يده لقد كسروا يده في داخل السجن ومن دون تضمير من دون تجبير وبقي إلى هذا إلى حتى لقي هذه الشهادة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في أعلى عليين أيها الإخوة المؤمنون أهالي يبرو جميعا يقولون ما سطر التاريخ نظاما أجرم من هذا النظام أهالي يبرو جميعا لأن أحد الشبيحة الإعلاميين يقول على بعض شاشات العهر يبرو جميعا ستين ألف إرهابي تقول يبرو جميعا ستين ألف إرهابي نحن الإسلام المسيحيين ستين ألف إرهابي ونحن نسخر بذلك أن نكون من أهل الإرهاب إذا كان الإرهاب إلقاء كلمة الحق عند سلطان جائر هذا أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر الكثير من الناس يقولون ما سطر التاريخ نظاما أجرم من هذا النظام ولكني قرأت كتاب ربي عز وجل فوجدت مثالا ينطبق على هذا النظام قال سبحانه فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقد يسأل سائل وهل هناك استكبار بحق واستكبار بغيرها الاستكبار أيها الأخوة كله بغيرها التعذيب في السجون كله بغيرها فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أليس هذا منطق النظام اليوم من أشد منا قوة من يستطيع أن يقف في وجهنا ونحن معنا الطائرات ومعنا الدبابات ومعنا ومعنا ونسوا حقيقة هامة من الذي أعطاهم هذه القوة من من الذي أعطاهم هذه القوة الله فهو القادر على أن ينزع هذه القوة في الوقت الذي يشاء وفي الساعة التي يشاء يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير إنه على كل شيء قدير يقول سبحانه فأرسلنا عليهم شيئا لم يتوقعونه هم توقعوا أن يؤتوا من قبل قوتهم يعني مدافع وصواريخ وراجمات وطيران توقعوا أن يؤتوا من قبل قوتهم ولكن الله عز وجل آتاهم من حيث لم يحتسبوا فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحساد لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون فقيدنا الغالي دمه في رقاب الجواسيس الذين باعوا ضمائرهم بحفنة من الدنيا باعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزون اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزون اللهم عليك بهذا النظام المجرم فإنه لا يعجزك عليك بهم جميعا فإنهم لا يعجزون اللهم أحصهم عددا واقتلهم بلدا ولا تغادر منهم أحدا اللهم شكت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم أقل العددهم اللهم فل حدهم اللهم أطفى نيرانهم اللهم أطفئني رانهم اللهم أطفئني رانهم اللهم أرسل عليهم ريحا صرصرا في يوم نحسن مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منفعر اللهم إننا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم أحسن خلاص المسجونين من المسلمين اللهم إنا نستودعك إخواننا المجاهدين في سبيلك اللهم فاحرسهم بعنايته واقلأهم برعايته وتذبئنا وأياهم على الحق والدين برحمة منك يا أرحم الراحمين ولا نقول إلا ما يرضي الله إن أهل الله وإن إليه راجعون وعذنا على فراقك يا أبا عبدولم